موسيقى يولد الأبطال ليكونوا درعاً وسيفاً لأوطانهم ينظرون للشمس بعين جامدة ويسوقون الغزاة إلى السعير ويقاتلون أعداءهم لآخر نفس أشهر أولئك الأبطال هو أسد الصحراء وشيخ الشهداء وشيخ المجاهدين عمر المختار بدأت رحلة جهاده ضد الإيطاليين يوم أن دنسوا الأراضي الليبية في عام 1911 وكان يبلغ من العمر حينها 53 عاماً وهذا لم يمنعه من مقاومة المستعمر وقع الشيخ أسيراً في الحادي عشر من سبتمبر عام 1931 حينما ذهب بصحبة عدد من رفاقه لزيارة ضريح الصحابي رويفع بن ثابت بمدينة البيضاء فشهدتهم وحدة استطلاع إيطالية واشتبكوا معهم وجرح حصان عمر المختار فسقط على الأرض وأسره الجنود في الخامس عشر من سبتمبر جرت محاكمة سورية حكم خلالها على شيخ المجاهدين بالإعدام وفي صبيحة السادس عشر من ذات الشهر جمع الأسرى من كل أنحاء البلاد وحوالي عشرين ألفاً من الليبيين ليشهدوا إعدام أسد الصحراء ارتفعت الرؤوس مستطلعة المشهد المهيب حيث يتقدم المختار بخطاً ثابتة نحو مصيره وبهدوء واطمئنان انقذت فترة صمت للاستيعاب وتجلت الأعين في نظرات غامضة غير مصدقة بأنها نهاية قائدهم كان ظن الإيطاليين بأن إعدامه مشهداً ختامية للثورة ضدهم ولكن بطلاً مثل المختار صوت عذاب على أعدائه حتى بعد موته فأتت رياح المقاومة بما لا تشتهي سفن المحتلين وارتفعت حدة الثورة ضدهم إلى أن طردوا من ليبيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر